بسم الأب والابن الروح الكدس العالمي مجد الإكرامة ليس أستاذ كدس إلهنا نبدأ رحلة أحد الصوم الجميلة اللي فيها تعليم مفيدة لنفسنا وأروحنا لإنها تعليم مباشرة من رب المجد يسوع لأجل خلاص نفسنا وربنا كان مدح ألا كتوبا لمن علم التعلم وعلم اللي تعلم اللي أخضع بروح التلميذ ربنا يسوع المسيح والإنجيل والحق الإلهي توبا لي واللي يعلم كمان توبا لي نحن بنلاقي نفسنا لما حد يكون في موقف أو كده إحنا بنطلع من من روح الله اللي جوانا ونعزيه ونقويه ونفكره قاعد مع بنتي صغر أمبارع فبحكيلي على موقف كده فقالتلي إحنا خدنا في الخدمة زي ثلاثوتي الخدسين كنفقتون النار وزي ربنا فوسيه هي قاعدة تعزيني وتأويني فنروح الله بنعزي بعدنا من نور ربنا اللي جوانا بالروح الكدسي فالنهاردة كده أول حلقة والأحد المشور بأحد الكنوز دورت على الكنوز اللي في الكتاب المقدس لديت حاجات كتيرة بس نركز على ثلاث حاجات فيه ثلاث حاجات مباشرة اتقال عليهم كنوز مباشرة أولا في سفر توبيا انتو عارفين القصة كلها توبيا كان راجع صالح وكان يهودي ولكنه كان في السابي وكان خدماته وفضيله حلو قوي وكان بيقدم خدمة خاصة جدا محدش خدمة قبل كده هي دفن الموت احنا غشينا منه عملنا الخدمة دي سامويل وكان جوا شفقة وحب البني وغيرة على شعب الله لأنه أولاد الله وكان محبوب ومحزوز للملك في ذلك الوقت وكان يفضل الخدمة دي عن عن حياته وعن أسرته وعن مجملاته لكن آخر مرة كان فيه وليمة عنده وعزم الناس وسمع إن فيه حد في السوق فقام وقول لك تذكروا النبوة بتاعت النبي سيحول أفرحكم إلى نوحا فحزن طبعا القعدة واللمة والفرحة تحولت إلى إيه؟ ولكن راح خدم راجل ده عشان ربنا في قلبه صالح ربنا بقى عنده إيه؟ يعني أسلوب آخر يتعامل مع الصالحين قم يجربوا عشان بس أنا بجاوب كده على أسئلتي أنا ليه أجرب يعني؟ ليه أقع في ديقة يعني؟ ربما من صلاحك ربنا مبسوط بيك فرحان بيك فبيديك حتة زيادة كده عاوز يكللك وميجربوا فوقفت أجربة عنيفة جدا أنه هو فقد عينه بطريقة طبعا حاجة يعني عجيبة جدا نايمه، ركن رأسه مش عارفين الحمامة مش عارفين القصة دي وعد في عينه بعدين إيه؟ فقد عينه مراته عادت تعايره سنة كده زي مرات أيوبة لكن باسم نفس يعني الإسلوب ولكن هو كان فر اللي احنا أولاد القدسين ورد عليه وبعدين إنه حصله إنه عمي بالمناسبة احنا بنقرأ سفر توبية كله في الأحد ما قبل ختام السوم الجمعة مقبل ختام السوم أنا أسف جمعة ختام السوم نفسها بنقرأ سفر توبية صحك؟ الجمعة اللي قبليه جمعة اللي قبليه لأنه كان محتاج فافتقر إنه كان مسلّف حد فبعت ابنه شاب الصغية عشان يجيب له الفلوس دي وعشان ربنا واقف جنبه بيسند كل واحد في تجربة ربنا بعت الملاك رفائيل مع الولد بصاحبه غاتل إيه؟ مكان الدين وربنا ما رجعلوش الدين فقط وردو هنا احنا بنجاوب على تعودات الله رجعلو الدين ورجعلو أكتر وابنه تجوز والستة اللي اسمها صار اللي بنتي اسمها صار اللي شافيت فيعني رجع وعوّد إيه أكتر مما نستوعب أو نفهم ما لكم؟ المهم في الآخر لما فرح قوي بعمل الملاك رفائيل ما ما كنوش يعرفوه فهو وابنه قاعدوا نقول لدي له إيه نعمل له إيه؟ نعوّده إيه؟ نعوّده إيه؟ يقولك قاعدوا يتحايلوا عليه ياخد نصف ما إيه؟ الممتلكات لأن طبعاً توبيت الإبن جاب الدين وجاب نص نص أملك الراجل اللي أدها إيه ورسل بنته إيه سرق فكان كتير فبيقولك إيه؟ بقولك جعلوا يسألانه أن يتنازل ويقبل النصف من جميع ما جاء به هنا أذن خطبهما اللي هو البلد الملك إيه؟ رفائيل يقول باركة إله السماء واعترف له أمام جميع الأحياء لما أتاكم من مراحمه الله رحوم جداً جداً على أولاده أما سر الملك فخير أن يكتم وأما أعمال الله فإزاعتها والأعترف بها قرامة وقال لهم إيه تاني بقى؟ صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة خير من إدخار كنوذ الزهب ده أول كنز أول كنز أول كنز اللي تكلم عنه ملك رفائيل لتوبية أو توبيت في العهد الأديم مئات السنين قبل ما جاء المسيح ثم ييجي المسيح على الجبل يقول إذا قدمت صدقة وإذا صليت وإذا إيه؟ صمت روحها الله واحد اتجاهها الله للبشر واحد فأول كنز هو فعل تفعله هو الصلاة والصوم والصدقة طبعا بيجوش لاحظهم أبدا يجو معهم التوبة يجو معهم التقشف يجو معهم الإنسحاق يجو معهم التواضع ده كنز أنا هقول الكنزين التانيين وهقول الكنوز التلات كنوز دول اللي موجود في كتن مقدس اللي مبين كنوز كتيرة هيقدوا لكنز الكنوز إن هم مش مجردين هم هيوصلونا الكنز لإيه؟ الكنوز ده مهم جدا فأرجو إحنا نحترم ونمارس بكل خشوع وكل التزام هذه الوصيلة من الله دي مش من اختراع الكنيسة ومش لبعض الناس والناس لأه ومش على مزاجي ده تدريب روحي وتدريب عملي لحياتك سيؤدي إلى خلاصك الصلاة والصوم والصدقة هاش فصال هاش فصال أوقات نفضل الرجيم أوقات نفضل نظام معين في الأكل أوقات نقول الكيتو ونقول الانترميدين فاستنج كل ده على عيننا ورس لما يكون في أيام فطار كنيسة الأم جسد المسيح تقول فيه صوم تقول فيه صلاة تقول فيه قدساد تقول فيه عشور هاتوا عشوروا جربوني ليكون في بيت أبي منازل اللي أدهولك أدهولك ربنا مرتبك والربح وكل حاجة ومتلكات دي من عند الله من عند الله تبخل بيه على بالعشر أنت تبقى إنسان قاسي قوي يا رب أنا هاتديك إنك ادتني هاتديك العشوروا هاتديك أكثر إن يا رب أنت لما أكرمك بتكرم ويا من ناس كتيرة كرمت ربنا وربنا كرمها يقولك إن لم أفتح لكم كوى السماء إيه دا العظمة دا يجربك يقولك هات بس هات من لديتك زي ما بتعمل مع ابنك كده دينه مصروف تقوله تدي البابا يقول العائلة الصغيرة يقولك لا مش هاتديه يقول العائلة الصغيرة يحب بالإيه؟ حاجة نفسه لا إحنا مش هاتديه إحنا نطقين أمام الله عاوز آه يا رب خد خد لأن أعرف إنك إنت هاتدي وتدي بواسعة وتدي بإيه؟ تفتح قوى السماء دا على الصدقة وما تحسبهاش تحسبهاش بالإيه؟ بالزبط قال ليك كريم مع الله قال ليك رحيم مع المحتاج تمثل بالمرأة التي أعطت من إيه؟ من أعوزها لو عندك لق مأسمها لو عندك خير وزعه ديمتريوس الجنيني لقى عن قود عنب فضل يدي للبترك ما خلوش لنفسه ولا لبيته ولا لقريبه أدى للبترك خد إيه بقى؟ خد البتراركية لعشان بترك لأنه قديس شوفوا فكرة العطاء فكرة أنه يفضل غيره فضل غيره وعلى كل المستد مش المادة بس بالتعب وبالخدمة وبالبزد وبالكفاح وبالتنازل وبكل المستويات كل المستويات ومسيح عمل معنا كده أدىنا أدىنا كان يجول يصنع خيرا حلوة قوي كان يشفي المرضى ويشفي الأرباح الشريرة ويحنع الناس عمال يعمل خير يعمل خير أعمل خير يعمل خير هيتردي لك خيرات في الأرض وفي السماء في الأرض وفي السماء كنز الأولاني السوم والصلاة والصدقة هتقول معدتي هتقول الرقب هتقول راسي ربنا عديك الصح جاهد في وصية وفي الجهات في الوصية على فكرة يعني فيه صلاة وفي الجهات في الصلاة وانت تعبان فيه سوم وفي الجهات في السوم وانت تعبان نبالكم جاهد والله هو يدي الصحة ويددي القوة ويددي النعمة ويددي البرى السوم والصلاة والصلاة ده أول كنزة تاني كنزة لقيته في أمثال اتنين لما بيتكلم سليمان الحكيم بروح الله يقول إيه يا ابني إن قبلت كلامي ودي حكمة الله مش حكمة سليمان يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت ووصيك عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم هنا كلام ربنا الوصية الحكمة الفهم إذا دعوت المعرفة ورفعت صوتك للفهم انطلبتها كالفضة حاجة غالية انطلبت الوصية والحكمة والفهم والمعرفة عاوز أتنور مش فاهم تكلمونا عن ربنا هو بيحصل كده ليه اسأل بس ما تعانيتش اسأل وفهم وقبل في ناس مشت في الطريق واختبرت الحياة مع الله وتعرف الله هتقولك الحقيقة ما تعانيتش بقى تعانيتش فهم رحت الدكتور قلت له مرض قالك اوه دا حصل من كذا ما بتقولش تخش في حوار هو دارس الرجل رحت المحامي عندي مشكلة قالك القانون بيقول كذا ما بتحمل لأن الرجل عارف القانون انت لدرس طب والدرس قانون في ناس اختبرت الله وعاشت معاه وبتقدم لك المعرفة والفهم من خلال الشرح من خلال التأمل من خلال الإرشاد من خلال التلمزة استقبلها واخد عليها ونفذ قالك كل واحد محتاج موسى في حياته زي ما بني سيكن ومحتاجين موسى يرشدهم في التاهان في ايه في البرية فما تجيش انت لما حد يفهمك وكون فيها روح الله تعارض وترفض وتعمل يعني يعني خليك كده استوعب وخد المعرفة الفهم الحكمة الوصية وطلبها كالفضة غالية غالية وبحثت عنها كالكنوز اهيه قد الكنز التاني السنة دي كلنا عاوزين ايه نوصل لمعرفة المسيح معرفة حقي ده كنز تعرف المسيح بجد طب احنا ما نعرفوش اوقات ما نعرفوش لما نتشكك لما نتمرد لما نعند لما ناخد مواقف منه ما نعرفوش طبع احنا جدا كله حب كله شفقة ورفقة كله أبوة كله عطاء عنده كنوز من العطاء عاوز ادهالك افتح بس خد قداسة نفسه كنوا قدسين طهارة نفسه سلام نفسه سلامي أعطيكم الله طب مش احنا ليه مش من ايش الحاجة دي المشكلة مش في العاطي المشكلة في المستقبل روحه وقلبه جهز يستقبل ولا لا الله عنده كتير اللي عاوز يغرف لا غني غني هذه الكنزة التانية معارفة وصية فيه حكمة لما توقف موقف ومتلغبت اسكت وصلي واطلب الله هترد كويس ترد كده بسرعة من دماغك بتخطأ وبتغلط وبتخسر الناس وتاخد قرارات خاطئة مع انه ممكن تتمهل واخبلك وتتكلم بهدو وتقول له رب رشدنا اقول ايه اعمل ايه اصرف ازاي رد ازاي اختبار جميل قوي بنختبره يعني انه بتحط في مواقف كتير قوي مع الناس ونتلقى الالفاظ نقعد نقول اللفظ ده عن الده عشان ما ايه نعرف نرد كويس ممكن الله يعطيك هزيه من دمني الحاجات اللي هي العطايا المجانية من تعوزه الحكمة كلنا رب عاوزين اطلب من فوق هو يعطي اهو يعني ايه عطية جاهزة تتوزع ربنا عاوز يديك الحكمة انتنه ابنه على صورته مثاله وتعيش في حكمة فعاوز يديك ده كنز كنز طب الكنز التالت شبيه لقيته في الشوع ابن سراخ يا ابني ان رغبت في الحكمة فاحفظ الوصية هي شبيهة ولكن فيها حتة كده ايه اضافية فان الحكمة والتأديب هي ما خافت الرب الذي يردين اهدي الزيادة بقى واعتبرتها كنز اخر اولها لكم كلها وبعدين نتكلم فيها في يشوع ابن سراخ واحد يا ابني ان رغبت في الحكمة فاحفظ الوصية فيهبها لك الرب فان الحكمة والتأديب هما مخافة الرب والذي يردين هو الإيمان والوداع فيغمر صاحبهما بالكنوز اهدي كنز تالت شبه الكنز الاولاني ولكن في حاجتين مختلفين او اضافيتين التأديب والوداع يمكن لان انا ما عنديش اشتياق لحكمة الله ومكسل بقى شوية ما عنديش كده جوع وعطش للبر زي ما مسيح قال على الجبل طوبالجياء والعطش الى البر انهم يشبعون عنديش اشتياق مش بجري وراها ملخون في حياتي وما ذلك ربنا عاوز يقدمها لك وميقدمها لك ازاي بقى بالتأديب ديك حتة كده حتة توجعك مش هنيوجعك ده اب احنا لسا يلين شوية عشان تاخد الحكم تاخد الحكم كم يوم رحت عند احدى بناتنا مجربات بامرات كتيرة صغيرة برد اكتر من واحدة مش واحدة بس ولاقي احباء نعمة الله الساندة في الالم ابقى فرحان ان الالم جاب نتيجة وحصل استنارة وحصل وعي بعطيت ربنا في الاول احنا كده نخاف بابا مات ماما مات ليه نخاف كده ونبقى اطفال صغيرين في فكرنا يعني جوزي كده ونخاف كده يعني ما عليش ده ري اكشن طبيعي بشري هنقول ماشي انما باي طايم خلي روح الله يقولك اللي بيحصل ده بيحصل ليه اسأله ليه بيحصل كده رب وحط جنبها حقائق مهمة ربنا بيحبنا بحب ولادي بحب بابا بحب ماما بحب جوزي بحبنا كلنا ربنا بويصنع الصالح همره بيصنع لأيه الشر النهاردة قرينا الله لا يجرب أحد الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد قالت قالي كده الله غير مجرب هي اسمها كده غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب ايه أوقات الناس تقرأها الله غير مجرب بالشرور لا الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد فتجارب الله صالحة حتى لو توجعك هنا بقى ايه التأديب التأديب اللي ينور عقلي ويشعر روحي لمعرفة الله عاوز الديني من سلام عاوز الديني من نعم عاوز الديني من معرفته فاستخدم ايه التأديب فده كنزة تاني وعشان كده تقالت في الإنجيل قالك من ترك أبا أو أما أو أخوة أخوات في هذا الضهر له تعوضات ايه التعوضات يأخذ مئة ضعف مع عديقات يعني لي يقدم يأخذ مع ايه وكأنها هيبة من الله كنز كنز عشان كده الآن بقول قالك من يهرب من ديك يهرب من الله عاوز يديك وبيسمح بقى بتجارب أشكال والوان نشكره عليه ونقباله عليه ابننا مينة سليمان حماته ظهرت لحماه قبل ما يتوفى بايه بيوم وموجود ده في يوتيوب معلن موجود يوتيوب كده باسمه ساعة وشوية في اليوتيوب قالت له مينة جاي لنا وإحنا فرحانين ولو إكليلين إكليل عشان خدم ربنا وإكليل عشان شقر في المرض وشكر المرض ده هو شكر الألم ففي ألم أشكر الله أشكره فليك إكليل ده كنز ثلاث كنوز ثلاث كنوز دول بيوصلون لإيه ده كنز الكنوز هقولهم بسرعة تانية أول كنز اسمه صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة خير من إدخار كنوز ثانيا الحكمة والوصية والفهم والمعرفة انطلبتها قلفدة بحثت عنها كالكنوز ثالثا الحكمة والتأديب هو الإيمان والودع فيغمر صاحبها بالكنوز يوصلك لكنز الكنوز وموجود في موضعين إيه بقى كنز الكنوز ده كان واحد من فريسين بيسأل ربنا يسوع المسيح أين يأتي ملكوت الله قال له لا يأتي بمراقبة ها ملكوت الله داخلكم إذن الكنز جواك أنا غات مبارح فاكر إن إحنا منحاوش عند ربنا لما لكم هو قالك تكنزه وتكنز لكم إيه في السماء هو يمكن إنسان يعيش السماء تلوقتي ده أول موضع تاني موضع اتقلت فيه اتذكر في سفر الجامعة 311 صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم جعل أبدية في قلبهم يعني إحنا مولدين على صورة الله والأبدية في قلبنا التي بلاها من غيرها يعني لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية والنهاية ودي معناها إيه اللي من غير الأبدية اللي في قلبك دي اللي هو روح الله الكدوس اللي يفرحك بكل أعمال الله اللي من غيرها ما تعرفش إذن هنا نرجع للمعارفة والحكمة والفهم إذن روح ربنا الكدوس اللي جوانا اللي بدينا روح الاستنارة المنورين روح المعارفة والفهم والحكمة نبقى فهمين مش مدركين بالبساطة مش يعني قصات قلب أو أغبياء لا فهمين عمل الله في حياتنا ده كنز الكنوز فكذا هتعيش الله الجهاد ده كله من خلالك نقل المعارفة والحكمة الوصية والجهاد بالصوم والصلاة والصدقة والتوبة والتهارة ده يرجعك لصورة الله وده الغرض وعلى مسيح جي من السماء عاوز إيه يرجعنا مرة أخرى إلى ردباتنا الأولى يرجعنا إلى حدنا الله يرجعنا للفردوس السماوي هو ده ترجع لله تعيش الله تعيش إيه بقى قلت هلها لكم كده بإيه باختصار مركزة جدا تعيش محبة الله الحقيقية حبة بجد بقى معاييرها في كتاب مجد تعيش حياة الإيمان والتسليم أبوي السماوة مفيش غيره حياتي من إيديه تعيش في حالة شكر وتسبيح ده الرفليكشن بتاع الإيمان والتسليم وخدنا وبازل والتصاق مع المسيح ويبقى فكرك ليل ونهار صعبة؟ مش صعبة أو تنفعك أنت يابونا عشان أسيس عشان شغال مع ربنا أو تنفع كل إنسان يا مع المالين يا مع المالين يشغلوا بربنا ليل ونهار يا مع المالين يقدموا محبة بازل يا مع المالين عندهم إيمان وتسليم وشكر وتسبيح يا معا يا معا يا معا يا معا عيشها نقولها تاني إزاي تعيش ملكوت الله داخلك والأبديل لجواك وده كنز الكنوز إزاي تعيش محبة الله الحقية معاييرها في الإنجل مش معايير حضرتك ولا معايير العالم تعيش حياة الإيمان والتسليم في حالة شكر وتسبيح وخدمة وبازل والتصاق دائم بالمسيح ويكون فكرك ليل ونهار ده الملكوت أكتر من كده فيش ده كنز الكنوز دي الفرحة على الأرض اللي تدقها تستطعمها وتوصلنا للفرحة الأبديل جربوا كده أحبا أرجوكم أول يوم اتنين وكده كان عدد قليل موجود في الأدسات المتأخرة لأن كان في ناس لسة بتخلص الأكل الفطاري مع أن نبهتكم ترجم ما تبخوش أكتر من اللازم أرجوكم لما صامش يصام أرجوكم لما اعترفش يعترف أرجوكم كل ما دي مش على المنبر يعني مرسلة دي رسالة من الله مش من حقك تقدم التناول بصوب يعني غير طاهر محتاجين نجاهد نطاهر أنفسنا ونستعد عشان ناخد الاستحقاق من الله دي الكدسات دي الكدسات التي تعطى للقدسين جاهد لا تتعيش في القداسة بالتوبة بالتحارة بكل الوسائط بالصوم بالصلاة بكل الأسليم ما تكسلش ده خلاصك دي الأبدية ده الراحة ده الفرح ده السلام دي الصحة النفسية والروحية والجسدية ربنا يبارك حياتكم للهنة المكداية من الأبد